السلام عليكم ورحمة الله من هو عيسى عليه الصلاة والسلام وما هو نسبه عند اليهود وعند النصارى وعندنا نحن المسلمين قال اليهود عيسى ولد زنا وحاشاه أن يكون كذلك وأنه نشأ من علاقة آثمة بين مريم البتول الطاهرة ويوسف النجار وبذلا من أن ينف النصارى تلك التهمة الحقيرة عن السيدة مريم البتول الطاهر نسبوه في كتبهم إلى يوسف النجار ولم يتفق النصارى على نسب واحد للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهناك اختلاف واضح وبين بين إنجيل متى ولوقة في نسب المسيح فهناك اختلاف في عدد الآباء وأسمائهم بين إنجيل متى وإنجيل لوقة وكلهما ينسباه إلى داود عليه السلام إلا أن متى نسبه إلى سليمان ابن داود عليهما السلام بينما لوقة نسبه إلى ناثان ابن داود عليه السلام ناهيك عن أن هذا النسب إنما هو ليوسف النجار ولا يوجد صلة للسيد المسيح بذلك النسب والسؤال الهام الآن ما هو نسب المسيح عليه الصلاة والسلام وإلى أي سبط من أصباط بني إسرائيل ينتمي هو عيسى ابن مريم بنت عمران من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام من صبت لاوة ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم أولئك الأنبياء والرسل ذرية طاهرة مصطفاة على العالمين بعضها من بعض فالأنبياء والرسل سلسلة متواصلة من توحيد الله والإخلاص له والعمل بوحيه قال المفسرون بعضها من ولد بعض وقيل بعضها من بعض في التناصر وقيل بعضها من بعض في الأخلاق والدين والتقوى والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم وأحوالهم وسيجازيهم على ذلك وسميع لكل قول عليم بكل شيء جزاكم الله خيرا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم